السلام عليكم ورحمة الله أخوتي هتشوفوا معي هذا الفيديو هذا مجموعة من النمل يجمع المأونة دياله وكل يخرج من المسكن دياله هذا الخلق لخلق الله سبحانه وتعالى فهو دقيق في عمله يعمل في مجموعات هناك من ينظف وهناك من يجمع الغداء فسبحان الله لدقته في عمله وتنظيمه الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم حيث قال حتى أتوا على ودي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لاحظوا معي لاحظوا شوف كيفاش كي يخدم شوف كيفاش كي يخدم والعلماء حدوا 180 نوع من أنواع النمل وكان اعتقد بأنه كين أنواع أخرى أكبر من هذا الحجم في هذا النوع هذا عنده الراس كبير سبحان الله كي يكبر عنده الراس وعنده الفم كبير سبحان الله قلوا سبحان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة